نحو ثلاثة أشهر أو تزيد تفصل العراقيين عن انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في الثامن عشر من شهر كانون الأول المقبل وسط توقعات بمقاطعة شعبية وتفاقم للأزمات الناجمة عن الصراعات السياسية بين أحزاب السلطة وقواها الاستياء الشعبي المتصاعد من الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد وانسحاب عدد من القوى السياسية المدنية من المشاركة في الانتخابات احتجاجا على آلية الاقتراع والمال السياسي المستخدم من قبل الأحزاب الكبيرة ناهيك عن وجود أحزاب تدعمها الميليشيات كل ذلك عوامل يرى محللون أنها قد تدفع باتجاه ضعف المشاركة في الانتخابات المحلية أما عن الشارع العراقي فكثير من الناس يرون الانتخابات المحلية المقبلة بلا جدوى وأنها لن تسفر عن أي تغيير على مستوى الخدمات أو إبعاد الأحزاب الكبيرة عن التصرف بموارد الدولة وبالتالي فإن السباق الانتخابي سينحصر بين القوى السياسية الحاكمة وحدها ليستمر مسلسل نهب خيرات العراق وتنفيذ أهداف أحزاب السلطة وداعمها من الميليشيات أو حتى من خارج العراق ممثلين في النظام الإيراني في المحصلة فإن أي انتخابات في ظل السلاح المنفلت وتغول نفوذ الميليشيات والفاسدين لن يكون لها أي تأثير حقيقي على واقع الشعب العراقي ولذا فإن ثمت توجها شعبيا رافضا لإعطاء أي شرعية للأحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة بحجة الديمقراطية حسب ما يرى محللون وأن المجتمع الدولي يعلم ذلك ما يعني أن النظام الحالي في العراق بات مكشوفا أمام العالم ولا يمثل الإرادة العراقية الحقيقية وإنما يمثل حالة الازدواج النكد بين القوى الميليشيوية الممسكة بالسلاح والفاسدين القابعين على مقاعد السلطة ترجمة نانسي قنقر